فكنت تأمل قل هذا كلام هذا صحيح هل فعلا لا يوجد شيء اسمه مستحيل فتأملت في هذا المعنى و درسته في التاريخ و في المنطق و في العلم طبعا كلام غلط طبعا طبعا يوجد مستحيل طبعا طبعا هناك امور لا يستطيع الانسان يفعلها يعني روحي يا بنتي فوق قمة جبل و بدون ادوات ولا طيارات ولا كذا و قولي اطلق قواك الخريب الخفية اطلق العملاق الذي في داخلك انت تستطيعين على كل شيء انت تستطيعين ان تطيري و روحي طيري اش هيصير فيك اش اللعب هذا الله يرضى عليكم هذا لعب اولا لا بد ان ندرك عقلاء ان هناك امور مستحيلة و بالتالي لا نصادم قوانين الله في الكون فنحاول ان نعمل شيء مستحيل لكن مسألة اعمق من هذا و و اجل هناك امور غير مستحيلة هناك امور غير مستحيلة ممكنة و مع ذلك لابد ان ننسحب و لذلك سميت الحلقة متى تنسحب اذا طبعا سانسحب عند مواجهة اي امر مستحيل سانسحب لكن ليس كل الامور الواقعية ايضا ساكمل فيها ليس كل الامور الممكنة ساكمل فيها و انما لها قوانين و لها قانون رئيسي جدا اذكر في احدى الشركات التي اسستها و ادرتها واجهتنا مشكلة ليس على مستوى الشركة و ليس حتى على مستوى البلد و انما كانت الشركة في ماليزيا فكانت المشكلة عمت جنوب شرق اسيا كلهم و حدث انهيار اقتصادي و انهارت هذه الشركة معها شركاء الذين كانوا معي في هذه الشركة قرروا ان يواجهوا هذا الكارثة المالية و كان جزء منها ان الحكومة نفسه وضعت يدها على جزء من هذه الاموال و بظلم و كذا فقرروا ان يرفعوا قضايا و انا تأملت في هذه المشكلة هم رفعوا قضايا انا رفقت اني ارفع قضية اليوم بعد مرور اكثر من 20 سنة على هذه الحادثة ما زالت قضاياهم لم تنتهي و صرفوا عليها ملايين على المحامين و غيرهم انا خلال هذه الفترة اعت تأسيس المشاريع و منطلاقت ما هو المعنى الذي يريد ان اوصله هذه مشكلة استطيع ان اواجهها و استطيع ان اتحداها لكن السؤال و هو القانون الرئيسي هل الوقت الذي سابذل في حل هذه المشكلة و الجهد الذي ساعطيه لهذه المشكلة و المال الذي سانفقه في حل المشكلة جهد و وقت و مال هل يستحق النتيجة التي ستأتي و هل النتيجة التي ستأتي ستأتي في وقت مناسب و لا يكون قيمتها مع الايام ليس يعني ممكن لي اخوة يحصلوا نتيجة لكن بعد مرور سنين تصبح المسألة ليس لها قيمة فاذا القانون الرئيسي ليس ان تحدى دائما طبعا ما في مستحيل هذا ينسوها طيب هل اتحدى دائما هل اصر دائما الجواب لا لا و انما انا اختار معاركي انا اختار معاركي و اختار متى ان سحب لما يكون السد اللي امامي اكبر بكثير من قدراتي ووقتي ومالي وجهدي سانسحب و احيانا لما تكون قضية لها علاقة من المبادئ ساعلم مبدئي وقيمتي لكني سانسحب تكتيكيا حتى اعيد بناء نفسي وقدراتي ثم اواجه لكني اواجه و انا ضعيف حتى الصحابة الله سمح لهم بالانسحاب لما يكون العدو ضعفهم فكيف بنا نحن العاقل هو الذي يعرف متى ينسحب و ليس فقط متى يقضي اشتركوا في القناة